مين فينا ما حاولش يحط طرف الثاني في اختبارات عشان يعرف هو لسه بيحبه ولا لأ؟ طيب تعالوا نشوف الحلقة دي حصل فيها ايه؟ مشاهدينا أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة من مدنامتكم أنا والمدان معاكم هبا عبدالجواد والنهار ده حلقة مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليه دايماً بيبقى معانا تول كابلز قدام بعض المرات دي معانا كابل ومعانا سنجل هنشوف دايماً بنبقى عايزين نعرف نسبة الثقة بين الأزواج الحب الصدق المتسبة الثانية اللي معانا هي مش معترفة اصلاً بفكرة الجواز وشايفة انه يعني احسن انه الواحد يكون لواحده فهنلعب شوية ألعاب مع بعض بس اتعرف بيكي الأول نسمة نسمة هاي اسمه محمد الرؤية محمد روز روز اوكي طيب بمعاني طبعاً ست فاحنا معانا كده فريق نسمة وفريق روز اوكي هنبدأ الأول فقرة أسئلة عامة وسريعة اللي هيجاوب الأول هتتحسي بلو بوينت وبعد كده هنشوف بقيت المسابقات اللي معانا هنطلع بس فاصل الأول سريع ونرجع لكو تاني استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وأنا والمدام وحلقتنا المختلفة النهاردة ودلوقتي فقرة الأسئلة هقول لكم كام سؤال واللي هيرد أسرع هو اللي هيتحسيب له البوينت ما هي مدة مباراة كرة القدم أو السوائل؟ ستين تسعين تسعين تائر تكلم مع سيدنا سليمان هد هد تعيره شيء بيسمع ملوش ودان وبيتكلم مملوش فم التليفون حاجة بتتولد كل شهر هيا أمر هليل نهر ما بتجريش فيه الميا سوري نهر ما بتجريش فيه الميا نهر أوكي زيرو هو إي بقى؟ آخر سؤال آخر سؤال معنا أي طوال الأسرع في العالم؟ النقعمة بروفو بوينت أوكي كده خلصت فقرة الأسئلة العامة وكده فريق روز هو الكسب المسابقة دي المرحلة دي يعني هنطلع فاصل عزي مشاهدين ونرجع تاني ورجالة ما بيعرفوش يجددون جاهز؟ جاهز ده جهاز كشفت كده بنسأل الضيب سؤال لو جاوب عليه صح بينور أخضر لو جاوب عليه غلط بينور أحمر تمام؟ هل حضرتك بتحب مراتك؟ طبعاً هل هي أول حب في حياتك؟ طبعاً محمد صلاح بلعب في نادي إيه؟ هو الأخضر إيه؟ بلعب في نادي الأهلي الأخضر إيه؟ أنا مش بحب شكورة بصراحة يعني تمام؟ يعني أنا ماش 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 هو السؤال حضرتك بتجاوب عليه على طول تمام؟ تمام؟ لما بيحصل خلافات بينك وبين زوجتك؟ تمام؟ حضرتك بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه لو جايلك سفر في حتة بره وهتقعد فيها فترة حلوة تمام؟ هتحب تاخد المدام معك ولا تفضل تتبقى لوحدك؟ لا بحب أخدها معي تمام؟ لما بتخرج مع أصحابك بتحب القعدة دي ولا تحب قعدة البيت؟ لا بحب أفضل قعدة البيت بتحب مراتك؟ أكيد طب هي بتحبك؟ أكيد خنتها قبل كده؟ لا ولا مرة؟ لا ولا مرة شكرا أنا خلصت تقدر تتفضل؟ مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلصت فقرة الرجالة ما بيعرفوا الشي يكتبوا وللأسف الإجابات عند أستاذ محمد كانت معظمها غلط فأنا كده بالنسبالي فريق روز هو اللي كسبين روز انتي كتبتي معانا مئة ألف جنيه بس لسه في مرحلة تانية اسمعها قوعة تخاف برضو بتحصل مع رجالي طب هو دلوقتي المسابقة بتاعته هو بس طب أنا فريد ما عايزة جاب بنا كمان ما هي المسابقة خاصة بك انتي هتبقى حاجة برضو خاصة بك وخاصة بمعرفتك ببعض أوكي تمام؟ ده هدف أصلا البرنامج ان احنا بنبين المشاهدين انه في ناس صح ان هي يعني تبقى الواحدة في ناس فعلا تستحق الثقاء والحب والجواز وكل الكلام اللي انتي عارفها ده الساس محمد بتخاف؟ لا طبعا تخاف من مراتك؟ لا طبعا بتعمل اي حاجة تخاف ان حد يعرفها؟ لا 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 طيب ممكن استأذنك في حاجة؟ موبايلك موبايلك ازاي؟ حد من الكرو هيجي ياخد الموبايلك تمام؟ وهيشوف ممكن ندخل على الجاليري نشوف نسمع عارفها صحابك مثلا ممكن نطلع صورك وانت في مكان معين نعرف انت كنت اي لها فعلا في الوقت ده انت كنت فين مع مين؟ نشوف نسبة الزباب وناخذ بالقديم لا حايفوز لا حايفوز الباسورد بتاع تليفونه بصمتك طب دي حاجة عظيمة وباسورد تليفوني بفتحوا موبايلك بصرع لانه محدش بيعمل كده عندك استعداد؟ ما عندش مشكلة الفقرة زي باجازتها مية وخمسين الف دين تمام طيب استأذنكوا يا جماعة حد ان الكرو يجي ياخد موبايلك استاذ محمد؟ وان اللي افتح الباسورد حد يجي ياخد الموبايلك ونسمع اللي تفتح له التليفون بنفسها اه فيه نيس فيه علاقات نكحة انا اللي افتح الباسورد انا عند رأيي خليه هتفتح الباسورد خليه هتفتح الباسورد خليه هتفتح الباسورد لا متى ليش كده كده برضو فيه بنت اللي معينا هي اللي هتطلع اله الان كده هي اللي هتطلع اله يا ولد اوه اوه اهو ايوه بقى بوستي هنشوف انا المفروض موزيعي يعني انا مولش رأيي انا مفروضي بقى رأي حيات سوري بس اقول لحضرتك تليفوني هون تح الباسورد يعني فيه ناس فعلا فعلا تستحق استخدام مفيش برايفسي كده يا جماعة على الرغم من انه الاختبار اللي عمله وما كانش بطيف بس افرد مامي بتحكيلي على حاجة تخص عائلتنا صاحبتي بتحكيلي على حاجة تخصها بعتلي سوريتها هي وأولادها هي ووجوزها حاجة خاصة بيها امفاش بس خلينا نشوف معينا يلا اول صورة دي في اسكندريا كان في بطولة من حوالي اربع شهور او خمس شهور بيلعب اي هو كمال هو بيحضر لبطولة في الصفة الجاي كمال اكسان اوكي ماشاولا فهو كان في البطولة في اسكندريا وانا كنت معاونا المساورة صورة دي هاي اللي بعد كده انتو مية وخمسين الف جنيه مقربة جدا يعني بداية مبشرة ده كنا في فرح الاخت اللي هو علا ده طبعنا في الشوق وانا المساوران بردو الصورة دي فراس البر يعني بياخدت معي ما شاء الله بياخدت معي في المنسبات او طبعا او طبعا هاي قربنا يا جماعة الجايزة اللي بعده دي امبارح في الجيم في ضوميوت هاي هاي تمام ده عندك فول انفر ده الكابتن احمد الشعراوي المدرب بتاعم او طبعا هاي اللي بعده روز انت يا خاصر دي بنت خالته اوكي اسمها ايه اسمها مي مي ايوة تمام وكانت عندنا في البيت وتصورت معي شبهوا فعلا شبهوا جدا ايوة طيب خلص عشان شعرها طيب احنا قلنا برايفيت تمام او هاي محجبة اصلا ايوة طيب يا جماعة اللي بعده اوكي الصورة اللي بعده اوه ايوة كنا في البيت طب اوكي عشان بس شعرها والحجاب طب بس انت معلكيش مشكلة انه هو قريب ومثلا يبقى لا عادي ايدي خالص يحضنهم او لا هو مش حضن عادي بتتصور جنبه بس هي حتى انت كنت يعني بتقولي بتغيري عليك لا عادي اصلا هي انا روما يجوزة مقبلش حتى انت خالتو بس ممكن الصورة علشان شعرها هي محجبة بعد اذنك بس هي لطيف هي اوپن ميندي طيب يا جماعة خلص عشان بس الحجاب ادخلوا لنا كده على الواتساب طلعوا لي راندم لي كده اي بويس ميسج والصورة واقفة متثبتة وانا قلت ممكن تشلوها علشان هي شعرها يا صورة تشيل طيب بعد اذنكوا عشان شعرها هيو يا جماعة هم اكيد افتكروها مش محجبة ف.. لي كل شيء كان مسافر وسائبك مسافر وسائبك جماعة كت كت يا جماعة ايه التهريك ده؟ ده التليفون؟ ده مش المدامة يا جماعة ده مش المدامة هو كت لو سمحته وقفت صوير هو لو سمحته بس التليفون باللي عليه ده يجيلي دلوقتي اشوف بالتليفون ده ايه ولا ده من عندك حرام عليك طيب لا استنى لو سمحت انا اصنح لكيش بعد ايضا ما بحبش خلاص يا سيدي انا مقدرش احضر مواقف زي دي بسراحة قولتك لي مش عايزينة هنطلع فاصل ونرجع لكم دي خليكم معنا هاجبلك الموبايل بالفويس دي حاضر ومش عايزكي تتوطري لا انا عايدي خالص ايضا وما تليش امسوري جدا على الموقف الاستخدام ده بجد والله احنا بنهضر انا عايزك اكسبك لا وانا فرحانة جدا عايزك مشكلة والله انا اسفر مي يا جماعة مش عايزينة مين دي مش عايزينة مش عايزينة مش عايزينة ولادون بتاعك بي مش عايزينة لو انت بتصور فين الموبايل؟ مات موبايلك؟ مم مات موسيقى الروكوردات دي ما بعطاني انا لو سمح اللي جي جيب الفولدر ده هيدن فولدر ده هيدن فولدر فين بقى؟ ده هيدن فولدر يا فاندر هو فين؟ التلفونه مش عايزنا هوا؟ هو انا التلفونه يجيبوها الهوا انتوا ترفته حتشيلوا سوء دماغو تركبوها مع حده وتقولوا حده هو عايزين صوته؟ دي بنت خالته؟ حبيبتي ماشي! هذا الصوت مش صوت! مش صوتنا! مش صوته! البنت دي مش صوتنا! يعني انتي مش قولت انتي بنت خلته؟ يا حبيبتي اتكلم على الصوت! حتيلي الصوت دا من التليفونه! ليس صوت محمد! يا ماما انا! دا صوت محمد! بيكلمني انا! النوت تانية انا! طب يعني دا انتي اللي بترضي عليها! ليه مش انا! دي مش انا! اول ما كان بفتل اقل ابوه او العادة جابه! ايه دا اقلت الجوان! محيّة دي اللّ انا عاوزة أعرفها من تليفونه وتليفونه يا جماعة انا عاوزة الرسم النوت تتفادح من التليفون تلك المهات ممكن تبقى ألبيو ما دي مش نسمع ممكن تبقى ألبيو ما دي اختك مثلاً يا ماما ولا سمعتي مش انت اللي بتقول لي لهم لو سعدي التليفون او الواتس ام احو اللي انت كنت تفاتحينه كل المسابات عليه ده واتس بيزنس مافيش عليه حاجة بتستخبع لا 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 سوايني سوايني فيه حاجات بتختفي فيه حاجات بتبقى في الا.. مش على البيزنس فيه حاجات بتبقى يا ماما مش على البيزنس بسي ممكن كان هيتاك تفتحك فيك انتو عندكوا بيزنس سوت هنا لو بيزنس سوت هنا ممكن يعمل هيدن فوزر لا مفيش بيزنس سوت طيب هو ممكن يكون عامله هيدن املكيشن لا يا ماما اقول لي حضرتك حيث لا صوته ولا بستواته لا صوته بكرمني انا لكن ديه تابعنا دي مش انا ومش تابعوه دي المتركبة فيك من اللي مركبها؟ انتوا اخذوا التليفون؟ انتوا اخذوا الاخلي؟ اتدوا الفكة انتو هو اذا؟ هما ارى الان اخذتها فكرة لان ايها هوا حضرتك مش مصدق صح؟ ممكن التليفون حضرتك اطلعلك الرقم لا انا هطلعلك الرقم وعملي مكلمة على الهوا لا اطلعلي الفيس لا اطلعلي كل حاجة الفيس ماكش حظ انا انت اعطاك صحة صح فعل انا اتك اكلم انا اضح aún انا جبي تطور ؟ لو سمحتي ما تسخنى الى هيا مش بتسخن هو احنا عجيبيني حاجاتنا على التليفون ثانية واحدة هاجبلك الرقم اللي فيه كل حاجة اللي فيه الفويس ممكن بس ايد حضر المشاعر عشان نتحقبتك اهو ايدي خلص ممكن امسكه هو معيك لا لا سمحت بس الكاميرا ابعت شوية اهو انا هعمل كده هاو هعمل كده هاو والله مش هعمل حاجة بنفس التليفون متخفيف يا جماعة احنا هوا بيفعش كده يا جماعة احنا هوا احنا هوا دي كده على البرنامين دي كده فضايح يا جماعة ما يفعش فضايح احنا هيا استأذنك بس يا نسنا قاعدي استأذنك يا نسنا بس اقاعدي طيب يا استاذ محمد طيب انت جبت الباسورد من ايه لو سمحته اقاعده اقاعدني حاجة مخفية حضرتك انا دكتور وعارف انا بعمل ايه طيب ممكن ثانية صوباعيك بس عشان شايفة اتمسك حاجة ممكن حياتك طلع لها الرقم اللي حضرتك عشان حلمنا الرقم طيب اللي عليه خلص لو انت عارف انه هو حاجة تاني يا رقم ايه اللي انا هو طبع حضرتك مسجله اللي انا جبت منه الفيديوزات والسور حضرتك مسجله بحرفين لو سمحت اعمل كده طب هو فين انا عزوم منك انت مش انت اللي جتوك بوا مش مش كده حضرتك هاتو منت طب نسمع ممكن طيب تعودي يا نهر ابيض دي مي مش مي حضرتك تقدر يتكلميها يا نهر ابيض شوفي بقى هو عامل بصي كذا حاجة بتاكك الكلام يفتحي كده ايه يا رقمتين يا جماعة يوسقى في جوزها خلاص دي مكالمة دي ايوه اسمعي بس لو سمحت علوه معانا مداخلة افتح اللي سبيكر لو سمحت للجمهور اهو افتح اللي سبيكر ايوه ايوه انا اكيد لا هو على تليفون حضرتك حاجة انت شغلت الفويس نوت دلوقتي اللي لناس كلهم تسمع ممكن تجيب لي الفويس نوت من هنا انا عاوز الفويس نوت من هنا يا استزاهدة ممكن حضرتك تعملي مكالمة لازم تشتغل من عالجهاز عشان اللي استاذ مساحة لا الفويس نوت يا جماعة تشتغل من عالمطاق انت الفوقاتي لان بقليل البرنامج ايوه اسمعي المكالمة عالحوق ايوه اسمعي المكالمة عالحوق انت دمان بحبهاش انا عايز الفويس نوت ايوه حضرتك طائل انا ها نقول قدام السادة المشاهدين ان الأستاذة لا تريد افتح المكالمة انت هو انت ترح تجيب لي الفويس نوت اللي انت شغلت في التببيل وارك طبيعي سأقولك حيث ماذا هذه هاي هذه موبايل سأجبولك لما أقولك حيث لما أقولك حيث لما أقولك حيث صح صح انتي صح هذا فك اختحي لي اختحي لي اختحي لي اختحي لي اختحي لي عشاننا نفعل فيك كمقلب ونا أمسي كدو جميعا بصي نظر كنا نقوم بعملي عسل قوي وامر قوي وبتحبيه قوي وجميلة والله العظيم انا حبيتك بجد وتعبان علي بجد والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا قلتها تضربين ايه لا اتشبتش تلك انها هتسدق لا اعز لاني متأجدة ان ده ما هي افضلت بالصحي انا مش حقيقية والله ما حقيقية والله مش حقيقية الصورة حقيقية قابلوا صورتوا والدريسات منسجلة هنا وتبتلي حفير وعدل شعر ده انا تمان اممستلة والله مش غلطتوا وعادي بحبار الجانب نالك عادي يوم انت جاوز عادي يوم انجن وكل حاجة تمام وكل حاجة فايا انا وقدم ان دو حطينا حاجة فيك وانا فايا حضرتك حضرتك موافرا ان الحلقة تتزاعد أنا عزفة جداً لو زعلتك